طيب نروح للدوري السعودي الحقيقة يمكن أنا الحقيقة كمان على هامش البطولة العربية ويمكن بس بعد ما تخرص البطولة ويتم إعلان الفريق الفائز ويكون عندنا قدرة أكبر على متابعة الصفقات وتأثيرها على قدرات الأندية السعودية ما فيه شك أنت بتتكلم على لعيبة على أعلى مستوى يعني إذا كنت بتقول أنه كريستيانو رونالدو وأنه كريم بنزيمة خلاص بيخلصوا فلا فيه لعيبة تانية الحقيقة في أوج تقلقها كوليبالي من شلسي للهلال وهو مستهدف أوروبيا ساديو ماني واحد من أنجح اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية وتحديدا مع ليفر بول في النصر السعودي نوجولو كانتي فيرمينيو اللي كان معروض عليه برشلونة عدد كبير جدا من الأسماء الحقيقة والتدائمات اللي قامت بيها الأندية السعودية والحقيقة اللي تصدر بيها ده واحد من أهم طبعا تقدر تقول المرضود المعنوي على أقل تقدير بمشاركة اللاعبين دول في أندية السعودية أنه الدوري السعودي تصدر الحقيقة قائمة الأعلى تسويقيا في الوطن العربي ويمكن القائمة اللي هتشوفوها عم حضراتكم بتقول بالترتيب كده أنه الدوري السعودي بقى في المرتبة الأولى وبفارق ضخم وكبير جدا جدا عن باقي الدوريات العربية اللي بتصدر القائمة بيجي بعدين بتكلم على 715 مليون يورو قيمة سيقية اللي عابين في الأندية السعودية ومازالت الصفقات تتوالى أنا أكلمت لكم برح على جريزمان اللي ممكن يكون فيه احتمالية كبيرة جدا أنه ينتقل أيضا للدوري السعودي نتكلم على الإمارات في المركز الثاني 284 مليون يورو نتكلم على قطر في المركز الثالث 199 مليون يورو ومصر في المركز الرابع 154 مليون يورو ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 119 مليون يورو ترجمة نانسي قنقر